السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله امتنى انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن قصة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ربنا عز وجل قال فيه في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية والسلام علي يوم أموت يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية ربنا عز وجل جعل يوم مولد عيسى بن مريم هو وقت للسلام ووقت للأمان ونريد ان نتعرف عن سيرة هذا النبي المرسل لان هذه الايام العالم المسيحي يحتفي بذكر ميلادي هذا النبي وربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته في كتابه العزيز وصحح المفاهيم الخاطئة عند المسيحيين وعند النصارى حول هذا المرسول من طرف الله سبحانه وتعالى ونريد أيها الأحباب الكرام أن نقف عن حقيقة السيد المسيح عيسى بن مريم من خلال القرآن الكريم فعيسى بن مريم ربنا عز وجل اعتبره من أولي العزم من الرسل الغاية من هذا الكلام هو أن المسيحية الحقيقية موجودة في القرآن العظيم وقد دأب الكثير من المفكرين ومن الصلحاء ومن العلماء في العالم المسيحي لما وقع لهم ارتجال في بعض المفاهيم وخلل رجعوا إلى الوحي القرآني فوجدوا الكلام المنسجم مع المنطق والعقل والحقيقة والواقع تعالوا نتعرف على المسيحية الحق من القرآن الكريم فربنا عز وجل اعتبر هذا النبي عيسى هو من أولي العزم من الرسل من هم أولي العزم من الرسل هم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فهو من أعظم وأكبر الرسل درجات ربنا أرسله إلى بني إسرائيل كانوا في فلسطين وما جاورها منذ أكثر من ستمائة سنة قبل البعت النبوي الشريفة ولما بعته سيعطيه كتابا مقدسا جديدا يسمى العهد الجديد وهو الإنجيل الذي يحمل الكثير من البشارات وإن شاء الله في حلقة مقبلة نتعرف عن هذه البشارات المهم عندنا هو أن عيسى بن مريم نحن المسلمين يجب أن نؤمن به كل مسلم لا بد أن يؤمن بهذا النبي وبباقي الأنبياء والمرسلين لهذا هذا ركن من أركان الإيمان ولا يصح إيمان المسلم بدون الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين هذا هو مركز القوة في الدين الإسلامي لأن باقي الأديان كل واحد ربما من الأديان متشبت بنبيه أو ببعض الأنبياء إلا الإسلام الإسلام الوحيد لأنه المهين ولأنه دين الله الحق يؤمن بكل الأنبياء والمرسلين المنزلين من طرف رب العالمين وهذا الأمر نلمسه في آيات كثيرة من الذكر الحكيم منها قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون لأن الدين كله هو الإسلام ما جاء به الأنبياء والمرسلون كلهم هو دين واحد الإسلام لكن كل زمان حسب كل قوم بين النبي والنبي حاولي 400-500-600 سنة فككون الشريعة هي حسب أولئك القوم حسب عقولهم حسب عاداتهم حسب وصالحهم لكن الإسلام هو واحد وقد قال ربنا عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالشرع هي واحدة ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي أنت يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالأنبياء كلهم هم من عند الله ويجب أن نؤمن بهم جميعا هنا أيها الأحباب الكرام مركز القوة عند الإسلام لأن النصارى لا يؤمنون بسيدنا محمد واليهود لا يؤمنون بسيدنا عيسى والإسلام يؤمن بهم جميعا يكفي أن سيدنا عيسى في القرآن العظيم ذكر خمسة وعشرين مرة يا عيسى يا عيسى وسيدنا موسى الذي بعته الله لبني إسرائيل ذكر في القرآن العظيم مئة وتلاتين مرة أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أربع مرات وهذه المرات الأربع ذكر ببالغ التمجيد والتناء والإطراء نحن مطالبين إذا سمعنا اسم عيسى أن نضيف عبارة عليه السلام نحن المسلمين لسنا كبقية الأديان الأخرى هناك ربما بعض الأديان يسبون بعض الأنبياء ويقدحون في كرامتهم وفي قدستهم أما نحن المسلمين مطالبين إذا سمعنا أي اسم من أسماء الأنبياء أن نضيف عبارة عليه السلام توقيرا لهم وسيدنا موسى عيسى عليه السلام لما بعته الله تعالى سوف يبعته بكتاب مقدس الكتب المقدسية كثيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله الصحف وسيدنا داود أعطاه الله الزبور وسيدنا موسى أعطاه الله التوراة وسيدنا عيسى أعطاه الله تعالى الإنجيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القرآن فهم كلهم عليهم السلام أعطاهم الله كتبا مقدسة حديثنا اليوم عن عيسى عليه السلام لماذا؟ لأن في أواخر دجنبر من كل سنة هناك الوقوف عند الاحتفال بمولد ميلاد عيسى بن مريم والإنجيل الذي وعت به ما معنى الإنجيل؟ معناه الأخبار الصارة أي أنه أعطى أخبار صارة كثيرة وقد جاء في بعض الأنجيل كإنجيل يحنى قوله إني أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله لقد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هذه العبارة جاءت في الإنجيل إنجيل يحنى لأن الأنجيل كثيرة إنجيل يحنى ومورقوس وماتيوس وبيغنابا وغيرهم هذا الإنجيل من أشهرهم جاء يبشر فعلا في مثل هذه الأيام في أواخر دجنبر سوف تأتي البشارة ويولد السيد المسيح عليه السلام رغم أنه نبي ومن أولي العزم من الأنبياء وله دور عظيم والآن المسيحية ربما هي رقم واحد في العالم من حيث الأتباع سيدنا عيسى ولد في إسطبل تصوروا رغم هذا الكرامة وهذا العزة وهذا المقام الشريف فسيدنا عيسى ولد في إسطبل وما هو الإسطبل؟ هو المكان الذي يجمع الحيوانات أعزكم الله يعني الجاعة يتسمى بالدارجة وحينما وضعته أمه مريم العذراء وضعته فيما يسمى بالمدود المدود هو المكان اللي كان يضع فيه الشعير باشتاكل منه الحمير تصوروا هذه العزة وهذه الكرامة البداية أنه ولد في مكان للبهيم لماذا؟ لأن السيدة مريم كانت فارة من قومها لأنه لما أعطاها الله تعالى البشارة بهذا المولود هناك بعض أحبار اليهود اتهموها بالفساد واتهموها بأن هذا الإبن هو غير شرعي كما شرحنا ذلك في قصة مريم العذراء في حلقة الأمس هربت من فلسطين إلى مصر وهناك والذي ساعدها هو يوسف النجار الذي يتهمونه معها وهو كان رجل صالح شاب صالح وبقيت هذه السب في مريم وفي عيسى سنين طويلة بل مئات سنين إلى أن جاء القرآن العظيم وبرأ السيدة مريم العذراء وكرم السيد عيسى ابن مريم وهذا وجب على المسيحيين أصحاب الضمائر الحية أن ينوه بهذا الموقف الذي وقفه القرآن العظيم لما كان اليهود وغيرهم يعتبرون بأن المسيح ابن زينة ويعتبرون بأن مريم أنها امتهكت عرضها جاء القرآن الكريم ليحمي المرأة مريم وابنها ويطهرهما يقول الله عز وجل حكاية عن هذه العائلة قال فأتت به قومها تحمله لما وضعته عادت إلى فلسطين من مصر إلى فلسطين عادت وتحمل هذا المولود لأن ربنا قال لها هذا المولود خصو يمشي لتما بشي يتعرف عليه الناس فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه الآية الأخيرة يقف عندها بعض العلماء ليقولوا مشروعية الوقوف عند ميلاد عيسى بن مريم أن نتذكر سيرته العطرة وميلاده المعجز لأن ربنا اعتبر ذلك هذه مشروعية الاحتفال بالإنسان عيد ميلاده كل إنسان ربما يحتفي بعيد ميلاده هذه مشروعية في القرآن والسلام علي يوم أولدت والسلام علي يوم أولدت لأن سيدنا عيسى بن مريم جاء ليرفع لواء السلام في عهده كان هناك الحروب كان هناك الظلم كان هناك الاعتداء كان هناك القمع وكان الناس يحتاجون إلى من يأتيهم بالسلام فالمشروع الإصلاحي الذي قام به عيسى بن مريم وهو أنه ينشر السلام في ربوع المنطقة فلسطين وما حولها كان هناك الدماء والحروب دوما وعلى طول هنا سوف يندهش الناس لما يسمعون بأن عيسى بن مريم سوف يتكلم أمامهم مباشرة وهو رضيع يتكلم في مهده وأن ذاك هم لم يصدقوا أنه طفل جاء بغير أب ولكن لما رعوه يتكلم في المهد ويقول بأن الله قد آتاه الكتاب وأن الله قد جعله نبي هذا هنا وقف الناس المشدهين علموا أنهم أمامهم معجزة لكن مع ذلك هؤلاء الأتباع الذين يرفضون السيدة مريم هم كانوا من أحبار بني إسرائيل كانوا يخشون على سلطتهم لأنهم هم الذين يملكون السلطة الدينية في ذلك الزمن ويملكون السلطة المعرفة فإذا ظهر إنسان آخر جديد بعقل جديد وتقافة جديدة معنى هذا أنهم سوف تضيع منهم سلطتهم وأن السلطة ديلة في الانهيار لأنهم كانوا يبيعون سكوك الغفران للناس وكانوا يعيشون في نعيم والآن بمجرد مجيء شخص آخر يدعي أنه رسول ومصلح ومغير ومنقد ومخلص هذا كل سوف يؤدي إلى انهيار كل الامتيازات لهذا كانت الهجمة كبيرة على السيد عيسى بن مريم وعلى السيدة أمه مريم اتهموها ببهتن عظيم اتهموها بالبغاء وبالفساد ولكنهم عاينوا معجزته من خلال الكلام في المهد الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده المؤمنين بالمعجزات سيدنا عيسى بن مريم سوف يعيش طفولته مع أمه وسوف يعمده يحنى المعمدان ولكن لما سوف يبلغ ثلاثين سنة ثلاثين سنة هو سن النج هنا سوف يعطى سيدنا عيسى الإنجيل لأن المصار دعوة المسيحية التسليم فقط ثلاث سنوات سيدنا عيسى بوعت في الثلاثين من عمره وصلب وأرفع إلى السماء في الثلاثة وثلاثين يعني كل المشروع المسيحي هو ثلاث سنوات فقط في حين أن البيعة النبوية الشريفة دامت ثلاثة وعشرين سنة ثلاث أشر سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة المنورة سيدنا عيسى لما يبعته الله تعالى سيعطيه معجزات كثيرات يؤيده أنه كان يصنع من الطين شكل الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله كان يعالج الأكمة والأبرص يمسح عليهم فيعود لهما الصحة والعافية كان يخبر الناس بما عندهم يخبئونه في بيوتهم وما أعدته زوجاتهم من طعام وشراب بل كان يحيي الموت بإذن الله معجزات كثيرة وهؤلاء الناس لم يصدقوها رداسة 400 سنة من بياتة عيسى بن مريم الكثير لم يصدق هذا الكلام قالوا نحن لم نقف عليه لم نره إنه وغير موجود لكي أؤمن علي أن أرى بعيني نحن لم نرى شيئا من ذلك حتى جاء القرآن حتى جاء الإسلام فأعاد الله تعالى لعيسى بن مريم مجده وأعاد له صدقه ففي القرآن العظيم نقرأ قول الله تعالى لتحدث عن معجزات عيسى بن مريم عليه السلام فيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سيدنا عيسى الذي يعلم الكتاب والحكمة والتوراة اللي كانت عن سيدنا موسى والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل رابع تفقط في بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم كلام طويل جدا عن معجزات عيسى بن مريم عليه السلام لما دارت هذه المعجزات سوف يؤمن به مجموعة كبيرة من الحواريين خصوصا وأن بني إسرائيل كانت شريعتهم مليئة بالأحكام الأحكام في الشريعة اليهودية قوية جدا فيها المحرمات وفيها التضييق لأن الله تعالى كان ينزل عليهم أحكام غليظة فبعت الله تعالى عيسى بن مريم ليخفف عنهم بعض هذه الأحكام ويبيح لهم بعض الأمور ولكن مع ذلك سوف يرفضون ذلك إلا قل قليل حوالي سبعة عشر من هؤلاء اللي كانوا في بني إسرائيل سوف يؤمنون به ويسمون بالحواريين أوائل من أسلم الحواريين كما قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون النصارى لماذا سموا بالنصارى لأنهم نصاروا دين الله قال من أنصاري إلى الله يعني شلعين سور الدين دي الله قال الحوارين نحن أنصار الله ثم أنصار أنصار الله لأنهم نصروا الدين وكان إيمانهم الأول بني إسرائيل والتوحيد آمنا بالله التوحيد وكانوا يتبعون الدين العالمي الخالد له والإسلام واشهد بأننا مسلمون لهذا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وهؤلاء الحواريين أعطاهم الله تعالى كرمات وبركات وأيد الله تعالى عيسى بن مريم بمعجزات خاردات من أهمها أن الله تعالى أنزل عليه مائدة من السماء وبقي عيسى بن مريم يدعو إلى الله دعوة عيسى بن مريم كلها ومعظمها هي في المحبة كان يدعو إلى المحبة وكان يدعو إلى السلام وكان يمنع من الظلم لأن في عهده الناس كانوا يحتاجون لمن يخلصهم مما هم فيه كان هناك السلطة الدينية وضعت يدها مع السلطة السياسية وسنوا للناس قوانين فيها قمع وفيها ظلم فجاء هذا الرجل الذي اختاره الله تعالى وجعل ولادته من غير أب معجزة وجعل يده إصلاح عظيم أنه دعا إلى المحبة دعا إلى المودة دعا إلى الإكرام دعا إلى الصبر دعا إلى الاحتساب فالدينا المسيحية هي ما فيها أحكام كثيرة كاليهودية مثلا أو كالإسلام إذا لاحظنا اليهودية فيها أحكام كثيرة الفقهية عند اليهود كثيرة عندهم الدبائح وعندهم الكفرات وعندهم الممنوعات كثيرة كما في الإسلام أيضا في الفقه الإسلامي هناك الكثير من الأوامر والمنهيات والمكرهات والمباحث أما في الديل المسيحي ما في أحكام إلا القليل هدا كل الديل المسيحي يقوم على عبارات المحبة والمودة والسلام والإخاء لهذا هو جاء علاج مؤقت للديانة اليهودية التي كانت قوية في الماديات فجاءت المسيحية قوية في الروحانيات وبعد أن ظهر عيسى بن مريم في غضون ثلاث سنوات ثلاث سنوات صار صار عيسى بن مريم قويا واكتسح الميدان هنا سوف يقوم الصراع كما ذكرنا لكم سابقا أيها الأحباب أن الحياة هي عبارة عن صراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين الخير والشر الحياة كلها قائمة على هذا التنائي صراع فلما بدأ أتباعه يتكاثرون الأحبار الذين كانوا يدينون بغير المسيحية كانوا من اليهود خاشوا على سلطتهم فشكوه إلى الملك الذي كان يحكم في ذلك الزمن وهو الملك الروم ملك هيرودوس وقالوا له بأن هذا الرجل عيسى يوظف الدين للوصول إلى أغراض سياسية دائما هذه تهمة معروفة لأهل الدين أنه يوظف الدين والعبادات وغاية أن يصل إلى السلطة السياسية ليكون ملكا بدلا عنك وشحنوا هذا الملك هيرودوس الذي كان في ملك الروم وأقنعوه ومن ثم سوف يحكم ملك الروم على سيدنا عيسى بالقتل وهنا سوف يجتمع الجنود بأمر من اليهود لقتل عيسى ابن مريم وصلبه قصة صلبية قصة طويلة وعريضة النصارى ماذا يقولون واليهود ماذا يقولون والمسلمون ماذا يقولون أما اليهود لكانوا أيام زمان في صف الملك هيرودوس قالوا بأن عيسى ابن مريم قتل وانتهى صلب قالوا شر ارتحنا منه ذهب بشره وانتهى وبقي يد الاعتقاد سائلا عندهم النصارى قالوا لا عيسى فعلا صلب ودفن لكنه بعد ثلاث أيام خرج من قبره وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الرب هكذا يعتقدون وينتظر يوم الخلاص ليقضى بين الأحياء والأموات هذا ما يقوله اليهود والنصر أما المسلمون فيقولون ما يقوله الله تعالى في القرآن العظيم بأن عيسى ابن مريم لم يصلب وإنما ربنا عز وجل جعل شبهه على أحد خاونة كانوا أصدقاؤه وحاوريه سبعتاشر وحد وحد منهم غد يخل الأمان يهود الأسهر يطي وسوف يمسخ على صورته وسيف يعدب لكن المسيح ابن مريم رفعه الله إليه هكذا يقول القرآن العظيم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم فهو محفوظ عند رب العالمين الله تعالى لما أراد أن يرفع نبيه عيسى ابن مريم سوف يسلط الشبه على يهود الإسخريوط الخائن ويبتلى به ويرفع الله تعالى عيسى إلى أعلى عليهم وقد رأاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما كان في السماوات العلاء رأى عيسى ابن مريم ووصفه قال رأيته وكان أبيض وشعره مبلول كأنه خالج من الحمام يعني نقي طاهر ثم إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن عيسى ابن مريم سوف ينزل إلى الأرض من السماء إلى الأرض في آخر الزمان آخر الزمان سوف ينزل هذا اعتقاد هذا اعتقاد يعتقده النصرى ونحن المسلمين نعتقده أيضا هكذا جاء في الأحاديث النبوية الشريفة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول الإسلام يقول ليس نبي بيني وبين عيسى بن مريم وإنه نازل يعني خاتب الأنبياء هو سيدنا محمد ليس هناك نبي بل الذي كان سوف ينزل ليس نبي بيني وبين عيسى بن مريم وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه إنه رجل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالسمين ولا بالنحيف مائل إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل كأن رأسه يقطر ماء من غير بلل ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد هذا ما يسمى بالمستقبليات أن في آخر الزمان الناس ينتظرون ربما الشيعة ينتظرون المهدي المنتظر ولكن اللي تابت في السنة متفق عليه هو نزول عيسى بن مريم في زمن عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم يهلك الله الميل لكلها إلا الإسلام ويهلك الله المسيخ الدجال وتنزل الأمن في الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فيمكت ما شاء الله أن يمكت ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه هكذا يخبر النبي الكريم بأن عيسى بن مريم هو ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه سينزل في آخر الزمان وسوف يحكم بشريعة محمد وسوف يمكت ما شاء الله أن يمكت ثم لما يتوفى سيصلى عليه المسلمون ويدفنونه في مقابر المسلمين هكذا جاء في الأحاديث النبوي الشريفة هذه مستقبليات لكن الذي يهمنا الآن هذا الخلاف بين المسلمين والنصارى لماذا يقع الخلاف بينهم مادم أن الإله واحد وأن الله تعالى بعت الأديان للعباد ليتبعوه لماذا هناك خلاف بين النصارى واليهود الخلاف هو وكون أن النصارى يعتقدون بأن المسيح هو ليس مجرد رسول أو نبي يعتقدون بأنه إله أو إبل إله لأن النصارى هم طبقات وطوائف هناك الكنيسة الكاتوليكية هناك الكنيسة البروتستانتية هناك الكنيسة الشرقية الأرثوديكسية وعندهم مجموعة كنائس وطوائف منهم من يعتقد أن المسيح إله هو الإله ومنهم من يعتقد أنه ابن الله ومنهم من يعتقد غير ذلك لكن القرآن العظيم يصحح هذه المفاهيم وينفي كون عيسى إله بل هو مجرد عبد من العباد ولد بمعجزة رباني خارقا لهذا قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هكذا أخبر عيسى بن مريم وسيتبرأ من هذه المقولة لأن الخلاف الأساس نحن نعتقد بأن الله تعالى لا زوجة له ولا والد ولا ولد قل هو الله أحد الله الصمد ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شبيه له لا ند له لا زوج له لا ولد له قل هو الله أحد التمجيد لكن النصارى وقعوا في فساد العقيدة وقالت النصارى المسيح ابن الله لهذا الخلاف بيننا وبينهم أساسا في قضية التوحيد وإلا فإن عيسى بن مريم جاء ببدين يأمر بالسلام ويأمر بالمحبة ويأمر بالمودة بين الخلق وهذا إن شاء الله ما سوف نتعرف عليه في حلقة الغد نتعرف عن البشارات ما هي أهم الأقوال وأهم البشارات التي دعا إليها عيسى بن مريم وسوف نلاحظ بأنها تتداخل مع القيم الإسلامية وأنهم كلهم يخرجون من مشكات واحدة خصوصا الدعوة إلى السلام ونبد الحروب وإقامة المحبة بين كل الناس وإشاعة التكافل والتضامن بين كل بني البشر فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ونقول سلام على نبي الله موسى كليم الله وسلام على نبي الله عيسى روح الله وسلام على محمد حبيب الرحمن خاتم الأنبياء والمرسلين ونسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام على كل بقاع الأرض اللهم أمين اللهم أمين يا أرحم الرحمن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة